أولت الدولة اهتباماً كبيراً بتنمية الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية من خلال المبادرات الرئاسية حياة كريمة فقد استطاعت المبادرة تغيير قرية أم دومة بمحافظة السهاج وحولتها إلى مدينة صغيرة بها كل الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها المواطن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجلى بمحافظة السهاج في أبهى صورها من خلال استهداف كل القطاعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطن في محافظة السهاج حيث استهدافت المبادرة قطاعة الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء بالإضافة إلى الصرف الصحي والطرق وغيرها من القطاعات المهمة حتى وصلت إلى زراعة الأشجار في الشوارع وفي مقدمتها الأشجار المسمرة قرية أم دوم بمدينة طمى بمحافظة السهاج واحدة من القرى التي استهدفتها المبادرة وحولتها إلى قرية نموزجية من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية داخلها وفي إطار خطة المحافظة لاستعاب كسافات الفصول وإتاحة المناخ المناسب للطلاب تم توسعة مدرسة مجمع أم دوم الابتدائي وتم الانتهاء منه على مساحة 1600 متر مربع بتكلفة وصلت إلى سلسة ملايين وخمسمائة ألف جنيها موفرة 12 فصلا دراسيا وتتاسع لستمائة وعشرين طالبا وطالبة خدمة لأبناء القرية ولخدمة أهالي القرية أيضا تم إنشاء مجمع خدمات حكومية حيث بلغت نسبة التنفيذ ماء بالماء وكذلك إنشاء مجمع خدمة زراعية وتطوير مركز شباب أم دوم بالإضافة إلى إنشاء نقطة إسعاف وتطوير شامل للوحدة الصحية لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية الشاملة وبناء الإنسان تم بناء مكتبة عامة بالقرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب تطوير قرية أم دوم بطماء سوف يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفيرها بالشكل اللائق مع تغيير واقع الريف بقرى صهاج